حبيبي بريب 3 لما يجي قولي calculate the standard deviation بس المرة دي مش مديني distribution مش مديني table ومديني number فانا الاول انا محتاجة اجيب ال x bar فال x bar اللي هي المين بجيبها بطريقة بريب 1 او بريب 2 بجيبها ازاي ان انا لما تديني values بعمل لون بلاسي باخد 12 plus 13 plus 16 plus 18 plus 21 over number 1 2 3 4 5 over 5 وتعالوا كده نشوف ال value يبقى الانصر 80 على 5 باسكستين طب انت محتاج ال x bar في ايه محتاجه ان انا هعمل table عندي الاول ال x اللي هي ال value بتاعتك وبعد كده هقول x minus x bar وبعدين هجيب البرانتاسيز واخد x minus x bar all power 2 يعني انا الاول عندي 12 هروح جاي هنا اجي فوق ال x bar اكتب سكستين فيبقى 12 minus 16 تديني negative 4 ملكش دعوة بال negative وتعالى نعمل لها square تبقى سكستين بنفس الطريقة بنفس الطريقة تعالى نجيب اللي بعدها ها تفتكر اللي بعدها تبقى كام ها احنا قلنا معانا كام معانا 13 يبقى اشتغل مع ال 13 ها يبقى 13 minus 16 negative 3 اعمل لها power 2 مليش دعوة بال negative يبقى 9 next ال value اللي بعدها سكستين يبقى سكستين minus 16 zero واعمل لها power 2 يبقى zero next ال value اللي بعدها 18 انا ممكن اصغر حاجة بسيطة عشان نشوف مسارتنا كلها يبقى احنا خلصنا ال 18 يبقى انا باخد 18 minus 16 تديني 2 واعمل لها square تبقى 4 the last one 21 minus 16 يبقى 5 واعمل لها square تبقى 25 طيب انا دلوقتي جبت من هنا الاكسباري المين ومن هنا كونت ده انت بتعمل كده ليه standard deviation اللي هو السجما الرول بتاعته باخد السم بتاع x minus x bar over 2 سوري power 2 واقسم على ال n يبقى انت حضرتك هتيجي على الكلوم التالت ده واعمل له plus تعالى نعمل له plus ونشوف الانصر بتاعتي هتبقى a الانصر بتاعتي 54 حضرتك بتروح جاي تكتب الرول ولازم تكتب الرول وتاخد المركب بتاعته يبقى انا هاخد 54 divide وهم كانوا 5 values ودخلها في الكالكوليتور وتطلع زي ما تطلع لازم تكتب الرول